تتواصل جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية في هذا الإطار يدعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات ابدأ تولي الدولة أهمية كبرى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق تنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن تحقيق العديد من الأهداف الحكومية وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغزية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها وتحسين القوى التنافسية للمنتج المصري وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستراد المؤشرات الكمية لأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير من عام 2023 وحتى نهاية يونيو من عام 2024 تشير إلى قيام الجهاز بتوفير 397 ألفاً وأربعمائة فرصة عمل مع تسهيل تقديم الخدمات إلى 196 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر فضلاً عن تقديم تمويل للمشروعات بقيمة سمانية مليارات جنيها وفيما يخص الخدمات غير المالية فقد تمكن الجهاز من تنفيذ تدريب لريادة الأعمال لما يزيد على 17 ألف متدرب ومتدربة بالإضافة إلى إصدار ما يزيد على 15 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة والمساعدة في استخراج 4721 بطاقة ضريبية و696 سجلاً تجارياً وعن المعارض التي يقوم بها الجهاز لتوفير فرص تسويقية ميسرة لأصحاب المشروعات فقد تم إقامة وتنظيم 215 معرضاً داخلياً استفاد منها نحو 4618 عارضاً وكذلك 12 معرضاً دولياً استفاد منه 90 عارضاً بالإضافة إلى استمرار معرض ترسنة منذ عام 2019 حيث تم توفير فرص تعاقدية ومبيعات للعارضين تقدر بنحو 428.8 مليون جنيها لأكثر من 4886 عارضاً خلال خمس سنوات وفيما يتعلق بالتنمية المجتمعية والبشرية قام الجهاز بتوفير ما يزيد على 529 ألف يومية عمل وأسهم في تمويل مشروعات بقيمة 185 مليون جنيها مع توظيف 3253 شاباً وفتاه وعن مساهمات الجهاز في دعم المبادرة الوطنية لتطوير الصناع المصرية ابدأ فقد تم تقديم تمويل 35 مشروعاً بقيمة 38.2 مليون جنيها وهكذا تتواصل جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية بما يوفر ضمانات نجاح لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها ترجمة نانسي قنقر